تصدر سائق فريق ريد بول ماكس فيرستين حصة التجارب الثانية ليكرر بذلك تفوقه في اليوم الأول من فعاليات سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلا 1 2021 المقامة على حلبة البحرين الدولية وظهر فريق ماكلر أيضا بشكل رائع في الصخير إذ احتفل لاندون نوريس المركز الثاني في التصنيف في محل حامل اللقب لويس هاملتون في المركز الثالث هذا وينطلق سائق فريق يونيفورستي الصيني جوينو تشو من صدارة السباق الرئيسي للجولة الافتتاحية من بطولة العالم للفورميلا 2 والذي سيقام يوم الأحد إثر تصدره للجولة التأهيلية فيما ينطلق السائق ديفيد بيكمان لفريق تشارز ريسينغ من صدارته في السباق ريسينغ السبيرنت الأول ضمن جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلا 1 إلى ذلك سجل حامل اللقب جي بي سيمينر الزمن الأسرع في حصة تجارب الحرة الثانية في تحدي بورش سبيرنت الشرق الأوسط التي أقيمت تحت الأضواء الكاشفة على حلبة البحرين الدولية ترجمة نانسي قنع